انا كثير متحمسة للفيديو اليوم ما بتسعدو قدي الحمس هيا حلمين كيف كون ان شاء الله تكونوا كثير منح انتو عم تحضروا فيديو اليوم اذا كنتو ارجز على القناة انا اسمي سارة مرحبا بالفيديو اليوم راح غير شكلي لا ايمو جرل ايمو جرل هي هيدا البنت السودوية تبقى حطها ميك اوب كثير غامي سموكي غامي ديرتي ميك اوب اسمو يرهو الميك اوب مشي كثير مزبط مش كثير محدد وغير هيكي عندها تطوات على جسمها جبت تطوات جبت تيب جبت كل شيء وكل مشترياتي جبتوا من شيء ان للتيب وعنده ميك اوب براسي جدا قوي له هذه الترانسفورميشن اذا اذا حبيتوا الفكرة تبقى حضروا الاسناك سابعكم لانو بعد تقيد انو الفيديو راح يكون طويل لاني راح غير شكلي from A to Z يعني راح غير كل شيء بشكله قبل ما نبليش الفيديو شو تكون تعملوا تكون تعملوا لايك للفيديو شير معرفقاتكم تعملوا يسبسكرا بالشانل تبعي ترسلكون نوتيفكيشن بحية الوقت انا نزل في الفيديو خلينا نبليش تبيل ترسفورميشن 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 تقريبا للمدد سنة ما عم بستعمل غيره بتكتير بحبه لالفاونداشن لح استعمل لورا مرسي فلاولس فيوجين لترالونغوير فانديشن بالاسم لاتي هيدا الفاونديشن دايز فول كوفراج هيدا هو البدية بدغتي تكون كبير قوية لانه هيدا الميكوب مش ميكوب عادة صدقوني ميكوب صراحة اول مرة بعمل بحياتي ولمرة فكرت اني اعمل ميكوب هالقلد غاثيك هالقلد دارك هالقلد سوداوية لذا ام سو اكسايتد كتير محمزة للكونسيلر سأستعمل جوفيس بلس برقم 24 كما شايفين ان الكونسيلر كتير فاتح غير انه انا بحب ان الكونسيلر فاتح تحت العين بس اليمو جيرل او سأقول ايمو جيرل ما رحضا نقول فتاة سوداوية لانه ايمو جيرل احلى امو جيرل كتير بحبه انه الفتحه المناطي اللي نحن عادة منفطحه بوجنا لتحت العيون الجولاين الجبين بس بحبه يفتحه بطريقة اكسترا كتير وهيدا رح اعمله رح بليش فتح تحت العين الجبين و اهم شي للجوبة رح انتقل ضغلة للكونتورينج رح استعمل كنتورينج ستك من ماء كوزماتيكس بالاسم نو 50 رح اعمل كنتورينج للشبين و لاحظوا كيف هعمل كنتور للخد رح امشي على مستوى الخد اللي رح انزل لتحت كمال اعطي تحديد اكتر للجولاينج باين سيئ من هون حال رح بلش ادموش الكونسيلر و بي بروش رح انتقل لالكونتورينج لاحظوا كيف الخد تبعي تحدد اكتر و صار كأنه تعفو الجمجمي كيف تبقى كتير للشيك بونز او الخدود طبعا كتير طالعين و كتير فايتين من هون و فجأة في الفاك انشاء الله تكونوا فهمتوا على ايش قصدي بس هيدا المطلوب من كونتورينج بهيدا الميكام رح سبي توجيه بلوس باودر من لورا مرسيير رح ننتقل هلا لحواجب حواجب الايمو جرن كتير جالسين لفوق سو هيدا رح نجرب نعمله لان انا حواجبه من الاخر كما نلاحظين نازلين لتحد انا بدي ايه هون يكونوا تقريبا هيك ما قلي غير اني شيل حاجبه من اخر سوفوا الفرق بين هيدا الحاجب وهيدا الحاجب و هيدا الحاجب واو الفرق كتير كبير و بصراحة حبيت كتير هيدا الحاجب عبارة اعمل سموكي اسود كتير كتير قوي رح استعمل هيدا الفالت منه دابيو تيل اسمه وايد جاكوار و شوفوا الالوان جايز الدي مناسبة لهيدا و ميك افلو قبل ما بلش بالباودر اي شادو رح استعمل كريم اي شادو من نيكس ميك افلو بالاسم بلاك نايت رح اخد من الكريم اي شادو على بلندين بروش و رح بلش حط منه على كل الليد و برجع بدموج الاطراف ببلندين بروش تاني و بنتقل لحيدا اللون اجري شوية عرمادة بدمجو على الكريم متوقعتو هالأذ اوه هيدا اللون رح انتقل للنون الاسود و رح حط اللون الاسود لعلى كل جثن المدحل مبسوطة بالنتيجة لهلا هلا رح استعمل اي لانو رح اعمل وايد اي لانو اي لانو رح قلصم اي لانو كمانا تحت العين و رح خليك افضوح من الانو هلا رح اخد فلات بروش كتير صغيرة رح اخد اللون الاسود رح بلش اشتغل تحت العين تيبين سموكي و الاي لانو ما تبين كتير محبب ثو غايد حطيت بالموش فوق و متحد و عملت على شرير كتير 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 ايمو بحاجبة كأنه انا شايلة شعري حاجبة تخطي اثنين هذا الشي كان كتير درج من زمان تذكر كل الشباب يعملوه المدرسة خلصنا ميك اف العين رح ننتقل هلا لميك اف الوش رح حط البلاش والبلاش رح حطه رح يكون غريب اول مرة رحط هيك ستايل بلاش سو خلينا نبلش رح اخد من البلاش رح بلش حط البلاش على اولا اولا الخد تماما رحط على الانف من فوق عالتب طبع الانف و رح كتر رح اخذ البرونزر هايدي الفالت كتير كتير حلوة من نارس اللي هي شوفو شوفيها كتير حلوة انا دايما عمستعمل هايدي الفالت لبلاش لبرونزر كل شي فيها ها ليش اعمل شوي شايفي وزيادة نلوش حيث ان كنتو رح تكون شفاف واكيد رح استعمل ايلاينر اسود كرميل ارسوم شفاف انا كتير محمسل هالخطوة لانه مبنزر امتا اخي مرح بديت لبسك اسود او ايلاينر اسود على شفافة خلينا نحب حيث ان اخبار خبروني شو رأيكم بالميكوب ايلاب كتير حبه اللونك علي كتير كتير حبته نحنا نتقل هلا للأكسسوريز والتاب لاتس جو اول شي رح بلي شكيه حيكون تطول هايدي تطول الجسم شوفوا ادي حلوة تبتكتنا التطول انا قردي عنديها على ايدي التطول عنديها على ايدي ملونة هايدي تجيه اسود وابيض افكر انو بدي حط هايدي تطول بمطرح يبين سو رح حطه على رائبته بهذا الشي واو تطلع كتير حلوة خلينا نجربه مكتوب علينا كيفينا نستعملهم اول شي رح استحق اوكي يقالوا انو لازم نتركها من عشرين زحتة زحتة واو واو بيبي ايه حلوة اوه انا ما فيه شوف هايك تطول قلب صور بده رح حط هول الباتورفلايز افكر حط واحدة هون وواحدة هون شو لقلق بيطلعوا كتير حلوين ايه كتير هايدي ايه 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 شوفوا كيف يجي نازل منه قلب رح حطه بطريقة شوي شوي ايه واو حيطلع الوك ايه مليت الشي اكتر خرج اني حطه على قصبيعي ايه 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 انا رايحة ايه ايه شو شبت هاي الحات خلينا نشوفها سوا هيك تجي اوكي على ورود حمر و معروفين الايموجرلز قداء بحبه لوود الحمر يجي الى كبستين من ورا بايفي مصروبت نحط بهالطريقة شوفو شو رح نلبوس بعدين رح نقرير إذا رح نحطه أو مراح نحطه ازا انا كتير حبتها ننتعي لأه اكتر شي بشي في الايمو بيرس عم يعملوه هو انه عم يلبسو اشياء مخزقه ما بعرفش الكونسبت ليه بلبسو اشياء مخزقه بس ما ممكن يلبسو لاجنج او ما ممكن يلبسو كولان يلي هو الجوارب اللي بيجي قتير طوال رح تشوفو هلق شو قصده بلا ما يكون مخزق شايفين هده الكولان هيدا بيجي على قد الجسم من فوق لقاحات وبيجي مخزق بهالطريقه سو رح البس هده الكولان رح البس فوقه هيده الطنوره بيجي الى فتحه من هون وفتحه بان اميل ع نفس الشي بتجي الفتحه على الفخ الضغري وتجي هيد رح البس هيده الكورسي جلد جبت نظارات كمان لاحظت انه كثير ضروري شوفو غايز خيات نجربو بطير حبيتو مكثير حاصيتو بخير جلد ليزيك الي هنا بيجي حاطو بطير وطين بان اقدر نقش عملنه لانه فيهم مبني اشعر الشيب السود اجه الوقت ترجيكون شرح البس من اجذى وواو غايز واو 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 كل البوتس جبته كمانا من شي انت من قتلكم كل الغراضة جبتها من شي انت شوفو كيف عاليت ممونة قدي كعبه عالي عالي الكعب بالنسبة لبوتس يعني بوتس فلات فكثير كثير حلو بحس رح يعطيني انتونه كثير حلو رح ايسو رح تشوف ممكن ببقى لبسه بالحياة العادية لان هيدا الستايل اصلا كله سوا كثير بحبه مجاوزة هالستايل كثير بحبوصه بس انتخلص كل شي رح عايته لجيتي ونشوف شو رايه اوكي جايز هول كل شي تقريبا رح اللبسه رح البس وفرجيكم اللو كنهاء واحد اثنين ثلاثة رجعت حطيت هايدي الحات كتير حبيتها البست الكورسي بلا ما البس فوقه السودة لانه ما حصيته زادته ما طلعت حلوة مخبيه ثلاثة اكتر من اللازم والتشوكر مش مبينة سو انا بدي بيين التشوكر اكتر ورح فرجيكم هلا من تحت صراحة البوت كان لازم جيب سايز اكبر والطنورة كان لازم جيب سايز اصغر بطلت اعرف السايز طبعي من وقت ما بلشت اضعف لهلا بس كل شي باقي والتاتو كتير عاطية شي غير للوك تحس بلا التاتو ما رح كان يكون اللوك هالقد ايمو هالقد غاثيك سو خلينا نشوف كل الاوتفت هايدي الاوتفت قايز الفنورة كتير واسعة يعني شوفو بقدم ضيقة هالقد من ورا تضبط على الجسمي على الالد انا جبتها لازم جيبها ميديم حتى انتوقعتها تكون اقصر لان حسب الصورة كانت اقصر اللاجين كتير حلو اللاجين كتير حبيته وهيدا البوت اخرجيكم ايه هيدا البوت بس لو كان اكبر بنمرة واحدة رح حبه كتير اكتر بس كتير كتير حلو صراحة ممكن لبسهم شرق ضيق على اجري بس بيحمول سايز اكبر سو جايز هيدا هو اللوك ان شاء الله بكم انبسطو بالفيديو حبرو مش شرق ايكم باللوك انا كتير ممسوطة فيه كتير عبالي اعمل مقلب ببيه وقال له انه انا عملت هيدا التطور عفاكر اعمل مقلب بكل العيلة وغير هيك كتير ممسوطة باللوك كتير كتير حلو اللوك شنفور كتير حبه حب التطور حب الميكوب هلا الاوتفوت انا عارفة انه مش كتير زابط عليها لانه شي واسع شي دي بس اللوك كتير حلو وصلنا لا اخر الفيديو خبروني انتو شو رأيكم بالكومنت ما بدنسو خبروني كمينا شو عابين كون تشوفوا بالفيديوز الباقين شو تعملو لايك للفيديو شير مع الفيديو وتعملي صفر للشامل تبعي تكبسوا على زل الاشعارات بيصدتون نوتيفكيشن يحيال الوقت انا نزلت في الفيديو وانا بشوفكم بفيديو جديد باي اشتركوا في القناة